اشتركوا في القناة تعمل الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على ممارسة واجباتها القانونية والمتمثلة بشكل رئيس في إنفاذ القانون وفي الوقت ذاته في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان بشكل عصري وفاعل وفي هذا الإطار يتم تحقيق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في مجال الإصلاح والرعاية وتطوير البرامج المهنية المقدمة للنزلاء من قبل فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني عبر مسارات تعليمية متطورة وورش للتدريب العملي مزودة بالتقنيات المتعلقة بالمسارات التعليمية المقدمة المركز تساس سنة 2014 مرسوم الملكي رقم 37 حضرت صاحب جلالة الميلاد المعظم وفي 2015 بدنا التعاون مع وزارة الداخلية من خلال دائم مركز الإصلاح والتأهيل في جو وأنشأنا فرع للمركز داخل مركز الإصلاح وأخذنا النزلاء اللي ممكملين الثانوية العامة وبدنا معاهم برنامج ثلاث سنوات واستمر هذا لحد الآن قائم ولحد الآن خرجنا خمس دفعات من النزلاء الشيء الإيجابي في هذا أن ضمن الدراسة اللي كنا نعطيها لهم أيضا نعمل على التطور الشخصية وبناء قيم أساسية عند النزيل حتى لما يخرج للمجتمع يرجع كمواطن صالح وتضغير شخصيته واهتماماته وهذا أحد عوامل نجاح البرنامج في ضوء التعاون بين مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني والإدارة العامة لإصلاح والتأهيل تم إنشاء مشغل للخياطة لدى الإصلاح والتأهيل فرع النساء وتم الانتهاء من جميع الترتيبات لإنشاء ورش صناعية لدى الإصلاح والتأهيل فرع الرجال وذلك لتسهيل عملية تدريبهم ومن ثم تجهيزهم للانخراط في المجتمع بعد انتهاء بعقوبتهم بإذن الله وما زلنا في دراسة وبحث سبل تطوير البرامج لتطوير التعاون أكثر بإذن الله كما تحرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على توفير أفضل الخدمات التعليمية والتدريبية للنزلاء وتهيئتهم بالمهارات اللازمة للانخلاط في المجتمع ومساعدتهم على تخطي العقبات نحو حياة جديدة مليئة بالفرس وتحيق العيش الكريم لهم تأسعى الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بجميع مراكزها للاستمرار في تطوير تعليم النزلاء وذلك عن طريق فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني ليكمال النزلاء المرحلة الثانوية وإنشاء مشغل الخياطة لمركز إصلاح وتأهيل النزلات وتقديم دورات قصيرة لنزلاء سقار السن بهدف تطويرهم وتهيئتهم للنخراط في المجتمع يعتبر فرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أحد المشروعات الاستراتيجية للمركز العلمي الرائد في التعليم المهني والتقني بهدف الاستثمار الأمثل لطاقات وقدرات النزلاء وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتوحيد الجهود لتعزيز أسس المواطنة الصالحة والاندماج في المجتمع من خلال مواصلة التعليم والتطوير المهني وتزويدهم بشهادة الثانوية العامة وتدريبهم في مختلف المسارات المهنية والتقنية لتعود عليهم بالنفع والفائدة وتدفع بهم لممارسة أدوارهم في بناء المجتمع بعد قضاء فترة محكوميتهم